حبيبنا مساء الفل النهاردة عندنا طريقة اياس اللي هي مكلوب اللي هي السهلي مسود وده حرفيا اقصر فيديو في العمل واحد يقول لي يا عم وانت كل مرة تقول لي اسهل فيديو في العمل اللي قلت لك لا الفيديو اللي فات قلت لك اسهل فيديو النهاردة اقصر فيديو لاحظ التنويع عزيز البقس بالنسبة للبقس صحيح بالمرة اللي انت فيه يعني انا مش عاوزك تاخد الامور على صدرك بطريقة اوفر لا انت اول واحد ولا اخر واحد تمتح ان انا عاوزك تسلمها لله وان شاء الله الامتحانات هتيجي اسهل مما تتخيل بمراحل اللي تخاف منه وما يجيش حساب منه يعني الجماعة القدام كانوا دائما يقولون كده بس انا انا عاوزك الفترة دية يعني ايه اه ترفع اه حالة الطوارق في البيت ازاي دكتور حالة الطوارئ دي يعني هو من الاخر طب دي هي شهر الامتحانات عود نفسك على كده انا شخصيا وانا طالب كنت كده طول السنة هشتك باشتك واجي في شهر الامتحانات ده موت نفسي حرفيا بس طبعا عشان يعني ما بقاش عامل نفسي هيورو قصة حضرتك الكلام ده كان على نظام الطب الاديم النموة النظام الجديد ماينفعش طول السنة تبقى خاربها وتيجي في الاخر تشد لانه كل لحظة يقول لك امتحان كوز امتحان كوز امتحان كوز لحتى ما يجيب لك خيلة ففترة الامتحدي هي اهم فترة في حياتك يعني اهم فترة في حياتك يعني ترتب قطتك كده ما تبقاش معفنة تهيق الجو في القوضة ترتب وقتك تقفل على نفسك الباب ماحدش يخش عليك ولا يخرج ما تفتحش الفيسبوك خالص ما تفتحش على ماتشاط ما عليش زي بعضه هي فترة طوارئ فترة طوارئ وهي اهم فترة في السن فانا عاوزك الفترة دي تساست من نفسك يا تصحى بدري من الفجرية المذاكرة من الفجر دي رهيبة رهيبة لانت تخيل تأثير تصحى الفجر يا معلم كده صلي الفجر وتقوم شادد مذاكرة لحد ما انتهر يتا خلال الفترة دي كلها انت ممسكتش الموبايل وما فتحتش اي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا وما كلمتش حد ولا حد كلمك انت بس بس بتذاكر وتقوم مسك الدرس محد بالوقت الدرس ده هذكره في نص ساعة وتتحدى نفسك لازم تخلصه في نص ساعة اللي بعده ده هذكره في ربع ساعة وتتحدى نفسك لازم تخلصه في ربع ساعة لما تلاقي نفسك حققت طرجت في التعني في التعليد في الرابع هيجيلك ثقة في نفسك لحد الظهر صلت الظهر ونمي عم لحد بعد العصر نم لحد أول المغرب مش مشكلة المهم تصحى تاني فاي وتقوم قافل على نفسك وشادد كمان شاد يعني يا دكتور ما فيش نفس كده ما فيش خروجة كده ما فيش بتاعك كده لا هي فترة الامتحانات دي فترة طوارق وافتكر ان حضرتك هارد ووركر وده مش بمزاجك ولا بمزاجي ده هي الشغلانة بتاعتنا كده انا قبل قبل ما تعين في الجامعة ودي كورسات وقصة الحمضانة دي كنت شغال جراح اقسم بالله كانت هي ساعة واحدة بنامها في اليوم ساعة واحدة اقسم بالله بنامها في اليوم لان اول سنة كورسات كنت بدي كورسات مع الجراح ما كنتش بنام خالص هي ساعة كل يوم ويكون مثلا خلاص راجع مقتول ويقوم مكلمينك الساعة اربعة الفجر في زايدة تقوم نازل زا الكلب بس بينه وبينك كان بيبقى فيه متعة يعني هو الطب ده يمكن انت دلوقتي مش حاسس بمتعة الضغطة عشان ضغطة غلصة بتاعت مذاكرة انما ضغطة الشغل بتاعت الطب بتمقى لها متعة خاصة يعني تبقى انت نازل كده وكره نفسك ومش شاف اصادك واول ما تتعقم وتقف على الحالة بتلاقي نفسك فوقته وحسيت بإفورية غريبة يابني الطب له متعة افتكر الكلمة دي بس هو متعب متعب قوي ولازم تعود دفسك على التعب ده من دلوقتي علشان يبقى مستصغ بالنسبالك بعدين ارجو انك تزود ثقتك في نفسك شوية وتعمل اللي عليك وخلاص التقدير ده بتاع ربنا ويعني ربنا مش هضيع مجهودك ولو ما جبتش التقدير اللي نفسك فيه ربنا هيعوضك في حتة تانية احنا بس بنسعى ومناش دعوة بالنتيجة ارجوك حط ستين خط تحت الكلمة ده احنا بنسعى مناش دعوة بالنتيجة يعني يا دكتور يعني اعمل اللي انا بقولك عليه ده الاسبوعين اللي فاضلين والله الشهر اللي فاضل ده ارفع حالة الطوارئ ساستم نفسك موت نفسك مذاكرة فرتك الكتب اخبط الكتب في العطار وخل عندك جرينتة خل عندك رغبة اعمل اللي عليك بزيادة تبقى انت ستسفايد قصاد نفسك والتقدير ده بتاع ربنا جه جه مجاش ربنا مش هضيع مجهودك وهيعوضك في حتة تانية تمام نخش في موضوع سهلي أبريتس او سهلي ميسوت ده طريقة بنقس بها ايام علمت بنقس بها الهيموكلوب طب يا دكتور شغالت طريقة ده دلوقتي لا يا ابني ده كان ايام سيدنا كل احزمان من دي شليون سنة ما عددتش الكلام لها بلده شغال دلوقتي ما هندرسه ليه عشان احنا طبعا النظام جديد وبندرس كل ما هو جديد في الطب ما علينا خليني ساكت طبعا مشكلة مش في جمعاتها كنت مشكلة على مستوى كل الجمعات حاجات قديمة اموت ولسه بندرسها مع انها تلغت من الدنيا كل حاجات دلوقتي بالكمبيوتر تمام يبقى احنا النهاردة هنقيس الهي مجلوب كونتنت بطريقة من يام مين اكسلنت من يام سيدنا كلح اختراح عراجل اسمه ساهلي ادمز وعمل جهاز معفن كده بلاستيك وسمى على اسمه ساهلي ادم ابريتس او ساهلي ابريتس طبعا كلكم شفتوا تجربة في الكلية بس انا برضو هوريها لك فيديو دلوقتي علشان افكر حضرتك به طيب الجهاز عبارة عن حتة بلاستيك كده وفيها two color tubes لونهم برطقاني كده دول ما بيتحركوش من الجهاز واسموهم standard color tubes يعني standard يعني معيار اللي انا هحاول اوصل لنفس اللون بتاعه زي ما اقول لحضرتك كمان شوية في بقى في النص standard tubes two color standard tubes اللي لونهم برطقاني دول ما بيتحركوش من الجهاز في بقى انبوبة متحركة بيسموها graduated tube يعني الانبوبة المدرجة دي بتطلع بره الجهاز وبتدخل زي ما اواري حضرتك في الفيديو كمان شوية طيب الجهاز معه الكحول الكحول معه آسف HCL غير دي خليها HCL هو فيه الكحول كمان بس مش بيبقى في الانبوبة دي HCL تركيزه واحد من عشرة في المية يبقى غير دي خليها HCL اللي هي بتبقى في الازازة المعفنة دي واحد من عشرة HCL ومعه دروبر ومعه بيبت البيبت دي ليها تدريج واحد فقط لحد عشرين يونت يونت يعني عشرين واحدة وحدة قياس اختراحها سهلي وهي مفيهاش غير تدريج واحد فقط ويبقى يعني غباء جدا ان انا اسألك اقولك هو انا بشفط بالبيبت دي او المايكرو ببيبت دي لحد كام اذا كان هي اصلا مفيهاش غير واحدة واحدة بس عشرين يونت مفيهاش غير تدريج واحد فقط انا بسحب عشرين يونت دم دي بقى الانبوبة اللي في النص دي هي المدرجة بقى تماما سيدي طبعا احنا هنقيس بالكلام ده مين هنقيس الهيموجلوبين اللي هو المكون الرئيسي داخل الاربيسيز وهو اللي ميديها اللون الاحمر لانه هو السبغة الحمر تعال اوري حضرتك الطريقة اللي بنعمل بيها التجربة اللي هي طبعا خطواتها مش عليك عشان كده دايما متعودين ان احنا بنقولها بالعربي لحضرتك بس اسيدي ادي الجهاز او الانبوبة المدرجة دي ادي الجهاز او زي ما حدتك شايف بشيل بقى الانبوبة دي ويهي بحط الحد العلامة خمسة واحد من عشرة اتش سيل ادي هي الزجاجة بتاعت الاتش سيل هحط الحد العلامة خمسة في الانبوبة المدرجة دي اتش سيل تمام الاتش سيل ده فايدته ايه الاتش سيل ده كمان شوية هحط عليه الدم هيقوم الاتش سيل يفرقع كرات الدم الحمرة ويخرج من نهل هيموجلوبين يبقى ايه فايدة الاتش سيل الاتش سيل ده حمد انا كمان شوية هحط عليه الدم هيقوم الاتش سيل بقى هاي بص لحد عشرين يونت بص البيبت هون رجل بيوريها لك مفاجر تدريج واحد بس عشين يونيت خلاص هيسحب بيها دم يسحب بها دم ازاي يجيب صباعه ويعقمه بكحله وبعدين يشكه هيقوم الصباعي يخر دم يقوم دي مايكروبيبت احطها بس على نقطة الدم هتقوم هي سحب الدم اوتوماتيك بالخاصية الشعرية اه بس بس احط بس على نقطة الدم هيقوم هي تموتوكي تموتيكي تسحب الدم بالخاصية الشعرية بس 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 بتسحب الدم اوتوماتيك ايه بتسحب الدم اوتوماتيك 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 طبعا مش هستخدم هنا انت كوجولان لان ارتبju اضط الدم اثر혀 على الهщё سايل يعني كاكة الدم ده هيتكسر هيروح بقى بس هسحب لحد العلمة عشرين اوه اللي هي العلمة الوحدة يا ابني اشنين ايه عشرين يوينيت هيقوم سحب لحد العلمة عشرين وحتها علي الهجي سايل اليvous هايقوم اليه اتشي سايل يفرتق كرات الدم الحمر واحد يصوت دلوقتي يقول لها دكتور يانهر ابيض ده كده كرات الدم الحمر هتتكسر اقول له يا ابني من عاوزها تتكسر علشان ايه علشان يخرج منها الهيموجلوب اللي انا عاوز ايسه لما الهكل اللي بيتحط على الدم بيدي لون بني بص 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 اللون البني ده نتيجة تكوين حاجة اسمها اسد هيماتين كله يتسئل فيها وعملها لك بلون بني عندك كده في المذكرة اركتب علها مهمة جدا 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 كلنا هننسئل فيها يقولك لما احط ال HCl على ال��비سيز بيانتك لون بني نتيجة تكوين حاجة اسمها هي اسد هيماتين تمام البني ده بيبقى لون غامع انا عاوز اوصل اللون البني الغامع ده للالوان البرطوان الفاتحة اللي هي الستندرد طيب ازاي اوصل البني الغامع للالوان البرطوان الفاتحة اللي هي الستندرد دي احط عليه مية مية موقترة الأرباسيز بينتج لون بني نتيجة تكون حاجة اسمها أسد هيماتي تمام البني ده بيبقى لون غامق أنا عاوز أوصل اللون البني الغامق ده للألوان البرتقاني الفاتحة اللي هي الستندرد طيب إزاي أوصل البني الغامق للألوان البرتقاني الفاتحة اللي هي الستندرد دي أحط على مية مية مئطرة اللي احنا بنسميها distilled water طيب يا طرة يا دكتور بحط المية دي كتير لا بافضل كل شوية أنقط كده وأقلب 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 وعمل mix 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 نقط وعمل mix 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 كل ما بتنقط اهو راجب يعمل mix اهو راجب يعمل mix اهو بglass root ويه اه 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 لسه اللون غامق يقوم يحط كمان شوية مية مقطرة اللي هي distilled water يخففها كمان اكتر واكتر اهو بيحط مية مقطرة تاني لحد اللون البني ده هيخف اكتر واكتر بس استيل لسه ما وصلش ليه ال standard اللي هي الالوان البرتقاني اقوم احط مية مقطرة تاني وقل بقل بقل بيبقى كل شوية بحط مية مقطرة واعمل mix 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 احط مية مقطرة واعمل mix 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 اهو وهكذا لحد ما ايه بقى لحد ما اللون بص 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 لحد ما اللون اللي في الانبوبة ده يبقى نفس لون ال standard tube اه ساعتها تبطل تحط distilled water تبطل تحط الماء المقطر ده وابدأ اطلع الانبوبة واقره أنا واقف لحد فيه القراية اللي هاتطلع دي هي هي الheymoglobin content بالجرام في المية اهو بص 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 هتلاقي فيه تدريج أصفر وتدريج أحمر سيبك بالتدريج الأحمر ده دلوقتي ماهو ياعم التجربة بنجيب الغطارة دي وناخد واحد من عشرة HCL من الازازة دي أحطها لحد العلامة كامل لحد العلامة 5 هيديني حاجة بني نتيجة اختلاط HCL بالاربسيز اسماني الحاجة البنية دي أسيد هيماتين بتيجي في الامتحان وش وبيجي عن نهاتكة كبان هقولها لك الاسلايد الجاي تمام الأسيد هيماتين ده لونه يبني غامل أنا عاوز أوصله للستاندرد اللي هو البرتقاني الفاتح ده فأفضل أحط عليه ايه ديستل دوتر أحط عليه ايه ديستل دوتر ماء مقطر وقلب كل شوية حط شوية مية وقلب كل شوية حط شوية مية وقلب لحد ما اللون في الامبوبة هنا لحد ما اللون في الامبوبة هنا يبقى نفس اللون في الستاندرد تيوب برتقاني فاتح كده زي الستاندرد تيوب أول ما طلع الامبوبة وأقرأ التدريج اللي صفر أشوف هو وقف عن ديكايب افرض لقيت هو وقف عن 14 يبقى الهيمجلوبة 14 جرام في المية قال له بكل سهولة كده يا دكتور اوه يا عم ما انت فاهميني طيب انت يا دكتور بتقول التدريج الاصفر والتدريج الاحمر هي الانبوبة الجراديوتي تيوب دي فيها تدريجين او فيها تدريج اصفر هنا كده وده اللي حدتك بتقرأ عليه الهيمو جلوبين يعني ايه يعني لو طلع مثلا الهيمو جلوبين 14 اقول خلاص طلع بعد ما حطت الماء المقتر ووصلت الستاندرد تيوب وبتنجاد 14 اقول خلاص كده الهيمو جلوبين 14 جرام في المية كده انا قريت الهيمو جلوبين كنتنت ووصلت وخلاص التقلوبة الحمد لله الماء للتدريج البرتغالي اللي اصاده او الله احمر اللي اصاده ده بتاع ايه يا دكتور ده يقولك ال14 جرام في المية اللي طلعوا دول كام في المية من النورمال يعني هتلاقي مثلا ال14 دي قصادها ناحية التانية 90 في المية وبعدين 95 وعندين 100 في المية وهكذا فانا ابص على ال14 جرام دول قصادها مثلا 90 اكنه بيقولك ال14 جرام اللي طلعوا لك دول 90% من النورمال فاهم؟ يبقى احنا عندنا تدريج أصفر بيقولي الإراية وتدريج قدامه أحمر أو برطقاني يقولي الإراية اللي طلعت دي تمثل كم فلمية من النورمال كلام سليم يا معلم طيب خش بقى على الكلام الجد بتعلم تحنات النورمال فاليوس نورمال فاليوس هنا أرقام الهيموجلوبين وأنا قلتلك من النظري أحفظ أرقام الهيموجلوبين صم زي اسمك تمام طيب أنا عندي طريقة صايع عليك لأنها رنجات بس على مين ده إن كان مثلا هم صايعين قراط أنا صايع 24 قراط بص يا معلم العيل أول ما بيتولد بيبقى أعلى كمية من الهيموجلوبين 20 جرام في المي أو 20 جرام برديسي ليتر أو 20 جرام بير ميت ميلي ما هي هي ما احنا متفقين تمام بعد أسبوع من الولادة الـ 20 دول بيبقوا 15.5 قلوا الله دكتور يعني الرقمين دول سهلي ما عندهاش مشكلة فيك تمام بص بقى أنا عملت حركة صائعة بدلت دي مكان دي عندك في المذكرة هم متشاقل بي بص ركز كاف المذكرة هتلاقي دي مكان دي أنا بدلتهم عشان أمشي مع الأفيا الأفيا ده يا دكتور بص يا معلم الـ 11 سهلة الأدلت في ميل 12 والأدلت ميل 13 قال لك يعني يا دكتور 11-12-13 ده ما فيش أسهل من كده يا دكتور طب الرنج التاني بص يا معلم 3-4-5 قصدك يا دكتور 11-3 كام 14 12-4 كام 16 13-5 كام 18 قال لك ده التحفظت الله بطريقة سهلة يبقى إذن من 11 لـ 14 طب الأدلت في ميل من 12 لـ 16 والأدلت ميل من 13 لـ 14 يبقى 11-12-13 زود هنا 3-4-5 3-4-5 3-4-5 حتى سهلة 3-14 12-4-16 13-5-18 أدي عام أرقام الهيموجلوبين وبتيجي نظري وبتيجي عامل وبتيجي عامل وبتيجي فل كل حلتة في الدنيا قد أنا حفظتها لك صام زي اسمك وطبعا كلنا عارفين إيش معنى الإنفانت أعلى من الأدلت شأنه شأنه كل إرايات الإنفانت أعلى من الأدلت عشان الرلاتف هيبوكسيا اللي كانت ما يعني أستخدم HCL عشان فرقع الكراط الحمرة ويخرج منها مين ويخرج منها الهيموجلوبين يبقى توربشر الاربسيز and react الهCL بيرياكت وزي هيموجلوبين وينتق حاجة اسمها إيه أسد هيماتين أرجوك الحتة مهمة جدا يبقى الاسد هيماتين ده بيقولك إيه المركب البني اللي بيخرج نتيجة تكسير الاربسيز وتفاعل الهCL اللي مع الهيموجلوبين اسمه المركب ده أسد هيماتين التكة التانية اللي بتيجي في الأسد هيماتين يا ترى الأسد هيماتين ده بنشوفه نورمال في الجسم هو مش نورمال يعني في عيان يعني بنشوفه في الجسم يعني في حالة مرضية في الجسم بينتج عنها الدم البني ده اللي هو الأسد هيماتين في البليدنج بيبتك ألصر يعني بيبتك ألصر يعني قرحة معيدية يعني حتة من جدار المعدة تعور وبينزف طب بينزف ايه بينزف دم قال لها يا دكتور ده احنا وغدين في السنوية ان المعدة دي يا دكتور فيها HCL اه يا ابني يعني انت يا دكتور دلوقتي بتقول لنا ان عندنا جرح في المعدة بينزف دم والدم ده بنزفه في المعدة اللي هي فيها HCL اقول لك اه يا ابني قل لي يا دكتور طب ما هو الدم اللي انا بنزفه ده فيه اربسيز هتتفاعل مع ال HCL وهينتج اسيد هيمتين نلاقي العيان جاي يقول لنا احنا بكوح دم لونه بني على فكرة لما انت تكون قاعد في عيادك كده انت عارفني بحب تكتة الكلينجا لما انت تكون قاعد في عيادك وجالك عيان بيكوح دم اول سؤال بتسألهله ايه تخيل كده اول سؤال بتسألهله ايه يا عم الحاج هو انت الدم اللي انت بتكوحه ده لونه احمر ولا لونه بني لو قال لك يا ابني لونه احمر فريش يبقى ده جاي من الاثوفيكس الاثوفيكس ده فوق والاستوفيكس ده طبعا ما فيهوش HCL فالدم اللي طالع منه يبقى لونه احمر طب لو قالك يا ابني انا بكوح دم لونه بني تعرف ان الدم اللي بيكوحه ده جاي من الاستومك واشهر حاجة ليه 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 لونه بني لان الاستومك دي هي اللي بتفرز اصلا HCL في الجهاز الهضبي فالدم الاستومك نزفته تفعل مع ال HCL اللي جواها وتحول للأسد هي متيني للونه بني فتلاقي العين بيكوح دم بني اشهر سبب للقصة دي بيبتكالسر يعني كرحة معيدية وبتنزف ساعتها نشوف الأسد هي متين في الجسم البشاري اللي انت بتقوله لنا ده فين في المعمل تمام طبعا في البوليسيسيميا بيزيد الهيموجلوبين وفي الانيميا بيقل الهيموجلوبين بيزيد في البوليسيسيميا ممكن يوصل لحد 130% ويقل فيه 130% من النورمال يعني ويقل في الانيميا لحد 60% من النورمال ده سهل أدم أبريتاس اللي بيقيسيليهيموجلوبين كنتينت أصغر فيديو في العمل كله نلتقى على خير في فيديو القادم إن شاء الله